تواصل وزارة العمل جهودها الرامية نحو تعزيز خلق المزيد من فرص العمل النوعية وتريبية بما يتناسب مع سوق العمل التي تستهدف في المقام الأول أبناء البحرين باعتبارهم محور التنمية وغايتها الخطط والبرامج المتنوعة والطموحة التي تقوم بها وزارة العمل جاءت تحقيقا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم يده الله ورعاه والتوجيهات المستمرة لسموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تتظافر الجهود الوطنية وتتسارع الخطأ في مسارات الإنجاز لتحقق أهداف خطط التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين لتبدأ المؤشرات الإيجابية بالظهور من خلال مستجدات التوظيف والتدريب التي تعمل عليها وزارة العمل والتي ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف بسوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف خلال النصف الأول من العام الجاري والذي يؤكد على تحقق الاستغرار والاستدامة على المدى القصير والبعيد أول ما بدنا في الشركة بغينا نوسع الشركة والمهام والوظائف والذي فيها ففكرنا أننا نجلب الطاقة البحرينية الموجودة في السوق فاستعنا بوزارة العمل أنهم يساعدون أنهم يختارون لنا بعض الموظفين حق المقابلات ومن بعدها اخترنا الموظفين في قسم المحاسبة وقسم التسويق وقسم الـ HR استفدنا من مشروع الوطني للتوظيف في توظيف كوادر بحرينية شركتنا وصلت فيها نسبة البحرينية إلى 95% تقريبا أغلبهم من وزارة العمل استفدنا من مشروع الوطني للتوظيف رقم واحد ورقم اثنين برامج نوعية ومميزة قامت بها وزارة العمل ولم تغفل عن إشراك القطاع الخاص بدفع عجلة النمو الاقتصادي باستراتيجية متكاملة ذات ضوابط لتسهل على الجميع الوظائف المناسبة بما تواكب متطلبات سوق العمل الحمد لله برنامج فرص أتاح لي الفرصة أني أتحول من متدربة لمدة ستة شهور إلى موظفة وصلت لحد اليوم من خلال السنة من العمل كموظفة إلى أني كنت مسؤولة قسم نصارت عندي مقابلة في وزارة العمل وخبروني عن البرنامج وطبعا أشكر طاقم وزارة العمل على جهودهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لي على دعمهم المستمر لي من خلال الفترة التدريبية وبعد الفترة التدريبية للحصول على وظيفتي الآن تدريب صراحة متعاوني جداً لبرامج مختلفة متنوعة بالعكس هم يحثونك على هذا الشيء في حال أنك حصلت على الفرصة تكون جاهز لها عن طريق وزارة العمل أخذت دورة الـ AAT كانت في تخصصي وساهمت لي الكثير والأهم الاستفادة أنني ساعدتني في الحصول على وظيفة هذا وتواصل وزارة العمل جهودها الحثيثة وسعيها الدؤوب من خلال مواصلتها بإطلاق العديد من المبادرات الطموحة والخطط التي تهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل وتوليد فرص عمل نوعية وجعل المواطن الخيار الأول لسوق العمل للاعتماد على المواطن أساساً للتنمية جاء هذا البرنامج لحل ملف البطالة بشكل جذري وزيادة فرص العمل للمواطنين وذلك تحقيقاً للاستغرار الأسري والاجتماعي من جهة ويقومون المواطنين بدورهم من جهة أخرى في بناء الوطن ونهضته طلعنا في مركز الأخبار تلفزي البحرين